السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مصرشة حسن من رياض ومدارس جامعة الزرقاء معلمة العلوم للصف السابع الأساسي كيفكم سابع؟ إن شاء الله أموركم تمام اليوم إن شاء الله رح نحكي عن آخر الدرس في فصل انتقال الحرارة اللي هو تطبيقات على انتقال الحرارة كل اللي درسنا عن طرق انتقال الحرارة بدنا نشوف اليوم كيف بنقدر نستخدمه بحياتنا العملية والواقعية شو في أجهزة عنا بالبيوت بتستخدم طرق انتقال الحرارة اللي ذكرناها قبل هيك اللي هم التوصيل والحمل والإشعاء أول شي بنراجع مراجعة سريعة تختلف طرق انتقال الحرارة باختلاف طبيعة الأجسام التي تنتقل فيها يعني لكل جسم طريقة معينة بتنتقل إلى الحرارة فيها مثلا التوصيل بيصير في المواد الصلبة الحمل بيصير في المواقع الإشعاع مثل انتقال الحرارة من الشمس إلينا إذا بتنتبهوا على الصور اللي موجودة تحت الكلام بتلاحظوا أنه بالصورة الأولى اللي عند اليمين الرجل اللي موجود لابس كف ليش؟ لأنه ما بده توصله الحرارة من السيخ الحديدي اللي عماله بيسخن فيه فوق مصدر النار أما الرجل المادد إديه بالصورة أسفل هاد عماله بياخد الحرارة أو بيتدفع عن طريق الإشعاع اللي هو بعيد عن مصدر الحرارة وعمالها الحرارة بتوصله عن طريق الإشعاع أما صورة الرجل اللي إديه فوق مصدر الحرارة بالظبط هاد عماله بيتدفع عن طريق ديارات الحمل اللي أخدتوها إنه بيسخن الهواء فبتقل كثافته بخف وزنه بيرتفع إلى الأعلى وبيحل محله الهواء البارد كثافة الأعلى والوزن الأثقل فبينزل إلى الأسفل فإذن لدينا ثلاث طرق اللي هم توصيل حمل وإشعاع رح نبلش بأول تطبيق عملي موجود عندنا بالبيوت اللي هو المشع الحراري طريقة انتقال الحرارة فيه اللي هي الحمل المشع الحراري هو عبارة عن التدفئة المركزية اللي موجودة عند أغلب البيوت في أغلب البيوت هاي التدفئة المركزية هي اللي بتخلينا نشعر بالدفئ في أيام الشتاء بتوزع الهواء الساخن في جميع أرجاع الغرفة شو ما بدأ عملها من شو بتتكون وكيف بتم انتقال الحرارة من هذا الجهاز أو من هذا الجزء الصغير عندنا في الغرفة إلى جميع أنحاء الغرفة كل هاد رح ناخده هلأ في مبدأ عمل المشع الحراري أول إشي تستخدم المشعات الحرارية لتدفئة المنازل زي ما حكينا قبل شوي طبعا مش بس منازل منازل، مدارس، وجامعات أو أي مؤسسة فيها طلاب شو مبدأ عملها؟ مش بس طلاب وناس شو مبدأ عملها؟ مبدأ عملها أنه هي بتكون موجودة على شكل مقاطع اللي هي الأجزاء الطويلة المتوازية اللي بتكون جنب بعض هاي بتزيد مساحة السطح المعرض للهواء وهي موجود فيها ماء ساخن هلأ لما بلامس الهواء الساخن المشعات بيسخن، بتمدد، بتقل كثافته، وبيرتفع إلى الأعلى وبحل محلو الهواء البارد اللي بيجينا من أعلى الغرفة بيرجع بلامس هاي المشعات، فبيرجع بيتسخن مرة أخرى، وبتقل كثافته، وبيتمدد، وبيصعد إلى الأعلى الصورة اللي هلأ بدنا نعرض لكم إياها رح تبين لكم بالضبط طريقة حركة التيارات الهوائية وتوزيعها في الغرفة وكيف عنا بتنقل الهواء البارد والهواء الساخن زي ما إنتوا شايفين بهاي الصورة من عند المشع عمالها بتنطلق الأسهم الحمراء اللي هي بتدلك على إنه الهواء ساخن وكثافته قليلة فارتفع إلى أعلى لما يبلش ينزل بيبلش يتغير لون الأسهم صار لونها أزرق معناته هذا الهواء بارد زي ما إنتوا شايفين بالفيديو برضو بس يكون الهواء بارد ويوصل لعند المشع بيسخن وبيرتفع إلى الأعلى تاني تطبيق اللي هو الثلاجة طريقة انتقال الحرارة اللي هي الحمل بدنا نتعرف على أجزاء الثلاجة أول إشي عندنا المجمد اللي هو الفريزر بيكون موجود في أعلى الثلاجة طبعا أكيد كلنا بنعرفه تاني عضو اللي هو أو جزء اللي هو حوض الثلاجة اللي هو الأدراج اللي موجودة تحت وبنحط فيها الشغلات اللي ما بدنا نفرزها وفيه وراء بالخلف خلف الثلاجة عندي أنابيب التبريد شو ما بدأ عمل الثلاجة عندي أنابيب أنابيب التبريد الفريزر أو المجمد إلى ما دون الصفر يعني هاي الأنابيب شو بتعمل بتبث هواء بارد درجة حرارته ما دون الصفر في هاد المجمد بيبرد الهواء المحيط في كل أنحاء المجمد بيتقلص يعني بيثقل فبينزل للأسفل على شكل تيار حمل هابط دائما التيارات الحمل الهابطة بتكون باردة ليش؟ لأنها بتكون ثقيلة متقلصة ويصعد بدلا منه الهواء الدافئ من أسفل الثلاجة كتيار حمل صاعد ساخن بيصعد محله الساخن ليش؟ لأنه كثافته أقل تستمر هاي العملية حتى تبرد جميع أنحاء الثلاجة زي ما أنتوا شايفين هلا بهذا الفيديو التوضيحي كيف حركة تيارات الحمل الساخنة والباردة الساخنة دائما للأعلى لأنه كثافتها أقل بترتفع بتحل محلها البارد اللي لونها أزرق من تحت بتيجي لأنه كثافتها